طالبات السنوية العامة هنتابع مهاردة الباب السابع في مادة الكيمياء الجزء الأخير بتعمل مهاردة في الباب السابع بيكلم على الاتزان الايوني معنى كلمة اتزان ايوني لازم نفتكر معنى التاين اللي قناها الحصة الأخيرة تأين تأين تام تأين غير تام قلنا التأين اللي هو تفكك جميع الجزئات اللي موجودة معانا إلى ايونات دا يعتبر تأين تام فيه تأيون غير تام ان انا بفكت بعض الجزيئات طبعا الاتزان الايوني بيحصل ما بين الجزيئات وما بين الايونات ولازم التفاعل بيكون انعكاسي لازم بيكون المادة اللي بيستخدمها مادة ضعيفة حمض ضعيف او قلو ضعيف الحمض الضعيف او القلو الضعيف اقدر اطبق عليه قانون فعل الكتلة لانه غير تام التأيون نقدر نستفيد به بقوانين جديدة النهاردة هنتابع مع بعض ويقلب لكم معايا عندي 3 اربع قوانين هنستخدمهم النهاردة منهم قانون عالم كبير جدا في علم الكيميا اسمه استفالد الراجل ده درس لعلاقة ما بين درجة التأيون والتركيز للمركب لو نشتغل مع بعض كده ونتعلم النهاردة القوانين الجديدة معنا كاتب انا على الصبورة معاكم النهاردة في المتابعة للاتزان الايوني القانون الاول اللي احنا عاوزين نعرفه قانون استفالد ليه اثبات رياضي هنتعرف عليه ان شاء الله في وقتنا حساب تركيز ايون الهايدرونيوم اللي هو الهايدروجين اللي دايب في الميا حساب تركيز ايون الهايدروكسيد حساب البي اتش اللي احنا هنسميها القص الهايدروجيني او الرقم الهايدروجيني كمان الكي دابليو واخر جزء معايا في الباب اللي هو بيكلم على ايه بيكلم على جزء خاص بالتميق اللي هو عكس التعادل القانون الاول بتاعنا قانون الاستفالد لو نيجي ناخد بالنا منه قانون الاستفالد بيتكلم على بيقول لي ان كي ايه ثابت تركيز الحمد بتساوي الفا تربيع في سي معناها ايه الكلام دول سي تركيز المادة اللي موجودة معايا ودايما الحمد موجود الفا درجة التأيون او درجة التفكك للحمد في علاقة عكسية مابل اتنين لو حبيت احسب الفا بس في اي مسألة هنشوفها انا عندي الفا بتساوي لو طلعناها من القانون ده الفا بقول عليها درجة التأيون او درجة التفكك لاي مركب حمد عندي الفا بتساوي جزر التربيعي لكي ايه على سي في مسائل كتير جدا في كتاب المدرسة في الجزئية دي هنتباحها مع بعض واللي عاوز شاركنا يتفضل بس يا ريك كلنا ركز الجزء ده محتاج مننا تركيز كلنا سواء انا او انتم قانون استفال بيدرس علاقة عندي ثبوت درجة الحرارة يعني لو جاتني مسألة وفيها درجة حرارة في الجزئية دي ما بصتش لدرجة الحرارة كي ايه المقدار السابت سابت تأيون الحمد بيسوي درجة التأيون مربعة في سي عاوز احسب الفا لوحدها بتسوي جزر تربيع الكي ايه في سي نشوف مع بعض المسائل اللي موجودة على الجزئية دي المسألة الاولى موجودة معانا في كتاب المدرسة ودليل التقويم بيكلم على قانون استفالد وبيقول احسب درجة التفكك احسب لي درجة التفكك خلي بالك من الكلمة درجة التفكك يبقى طالب مني ايه لما يقول لي احسب درجة التفكك يبقى الفا دي كانت مجهولة احسب درجة التفكك في محلول واحد من عشرة مولاري يعني ايه واحد من عشرة مولاري يعني التركيز يعني سي ما نعرفها ازاي البيانات المسألة بيقول لي واحد من العشرة مولار واحد من عشرة مولاري يبقى التركيز كان واحد من العشر عند درجة 25 درجة مقوية علما بان نسابة الاتزال للحمد كان اللي هو الكي اي بتساوي سبعة واثنين من عشرة في عشرة واستسالب عشرة طبعا مسألة زي اللي قدامي دي في منتقى البساطة كده لما نيجي نشوفها مع بعض هقول تاني انا عرفت القانون ازاي عرفت استخدم انا القانون على اي اساس بيقول لي احسب درجة تفكك يعني احسب درجة تقاين يعني افتكر على طول قانون مين قانون استفال احسب درجة التقاين يبقى دي مجهولة لمحلول حمدي تركيزه ما قالش تركيز ما جاب سيلي التركيز محلول حمدي واحد من عشرة مولاري يعني ده مولار يبقى ده على طول تركيز اذا علامت انه سابت الاتزان بيسوي سبعة واثنين من عشرة في عشرة واستسالب عشرة على طول افتكر قانون السفالد ممكن استخدم القانون الرئيسي كي ايه بتسوي الفة تربيع في سي ممكن استخدم الفة بتسوي جزر التربيع لكي ايه على سي وده الافضل في اجابة المسألة الفة بتسوي جزر التربيع لكي ايه على سي مين كي ايه ده ثابت الاتزان للحمد سي تركيز الفا درجة التأيين اللي هو طالبها معي بتساوي مجرد تعويض مباشرة شباب جزر تربيعي الكي ايه اللي هو ثابت الاتزان سبعة واثنين من عشرة في عشرة قس سالب عشرة على سي التركيز اللي هو واحد من عشرة بيطلع مقدار طبعا درجة التأيين او درجة التفكك ملهاش تمييز عنتي يبقى المسألة كده في قانون السفالة طلب مني ايه سي سي تركيز الفا درجة التأيين يبقى انا عاوز الفا بس اللي هي درجة التأيين جزر تربيع ايه على سي جزر تربيعي لثابت اتزان الحمد على التركيز نفسه بيساوي ايه شباب بيساوي درجة التأيين او درجة التفك طب اثباته الرياضي ايه بقى قانون السفالة هسبته لك دلوقتي بس نكمل كده القوانين ونرتب افكارنا كويس احنا الباب دو الجزء الاول بيكلم على اتزان كيميائي ما بين جزيئات مركبات معينة وما بين ايه جزيئات اخرى لكن انا دلوقتي بتكلم على الاتزان الايه الايوني يبقى بين الجزيئات الرئيسية للمركب والايونات اللي نتجة وبيحصل الاتزان الايوني في الالكتروليت الضعيف يعني ايه الالكتروليت ضعيف يعني غير كامل التأيون يعني التفاعل بتاعه انعكاسي يعني تام ولا غير تام غير تام يعني التفاعل ايه شغال تعالوا نشوف القانون التاني وبعدين نكمل مع بعض ونشوف اثباتها انا عندي تركيز ايون الهايدرونيوم انا لسه ايلا انا عاوز اخلي القوانين دي قدامي عشان نحفظها كده مع بعض قلنا اول حاجة استفلت قلنا ان فيه كي ايه اللي هو ثابت الاتزام بتساوي الفا تربية في سي تركيز ايون الهايدرونيوم بيظهر امتى ايون الهايدرونيوم لما يحصل ربطة تناسقية بتيكروا الباب التالت ربطة تناسقية يعني حمض دايب في مية يبقى فيه ايون هيدروجين ايون الهايدروجين مع المية فيه اتنين الكترون مفردين خارجين فيه زارة الاكسوجين تتحد مع البروتون الموجب اللي هو عبارة عن مين البروتون المية يكون ايون هيدرونيوم عشان احسابه اتش سري او موجب القوزة اتفقنا عليه من المرة اللي فادت تركيز بتساوي الجزر التربيعي لكي اي في سي سي هنا المقصود بيه تركيز الحمض كي اي ثابت اتزان الحمض لو تركيز ايون الهايدروكسيد الو اتش السالب تركيزه بيساوي ايه جزر تربيعي لأيه كي بي مين كي بي اللي هو ثابت اتزان المادة القلوية فيه سي فيه بعض الاسات زي الاخوة الافاضل يقولك سي ايه كلام صح من الميت سي بي والله انا حطيت الايه حطيت البيه مافيش مشكلة لكن هنا المقصود بتركيز هيدرونيوم هيدرونيوم يعني حمض طالما حمض يبقى ده تركيز حمض هنا ايون هيدروكسيد يبقى دقيق قلوي يبقى السيدة يقصد به تركيز القلوي يسألني اي مسألة من المسائل دي مسائل دي كتير وبتيجي في امتحانات كتير احسب تركيز ايون الهايدرونيوم مباشر كده اذا علمت انه ثابت الاتزان بكذا وتركيز الحمض بكذا عندي درجة مثلا 25 درجة مقوي هو بيقصد الدرجة دي ان الدرجة اللي في الحالة القياسية للحمض او للقلوي ده مقدار ثابت ما باستخدموش خالص يبقى تركيز الحمض تركيز الهايدرونيوم انه هو بيساوي جزر التربيع كي اي في سي ثابت اتزان الحمض في تركيز الحمض تركيز الهايدروكسيد بيساوي جزر التربيع الكيبي مين كيبي ثابت اتزان المادة القلوية في السي السي اللي هو التركيز عشان نرتب برضو الأفكار أكتر إزاي بحسب البي أتش يعني إيه البي طبعا بدأت مدرسين المادة الرياضيات قالونا إن في حاجة اسمها اللغرتمة السالب للأساس عشر إحنا عندنا في الكيميا البي المقصود بيها سالب لغرتمة الأساس عشر للتركيز أيون الهايدروجين الموجب إزاي بحسب البي أتش يعني قصة هيدروجيني يعني رقم هيدروجيني إيه الرقم الهايدروجيني هو اللغرتمة السالب للأساس عشرة للأساس إيه عشرة لتركيز أيونات الهايدروجين عندي كمان في حاجة اسمها البي أو أتش البي أو أتش يعني إيه البي اتفقنا سالب لغرتمة أو أتش اللي هو تركيز أيون الهايدروكسيد السالب أنا عندي الجزء ده مهم جدا جدا أعرفه عشان أقدر أعبر عن المادة الحامضية أو المادة القلوية في القص الهيدروجيني رقم بيعبر تتعليف تاني رقم يعبر عن مادة الحامضية رقم يعبر عن مادة القلوية بيتراوح من الصف لغاية كم؟ لغاية 14 خدنا ده في المرحلة الإعدادية وبنعيده تاني لو أنا وصلت للرقم سبعة في النص يبقى المركب ده متعادل لو أنا حسبت البي اتش بي اتش يعني ايه تاني؟ اسمها القص الهيدروجيني القص الهيدروجيني أو الرقم الهيدروجيني رقم بيتراوح من درجة صف لدرجة كم؟ 14 إذا كان البي اتش أقل من صف يبقى المركب ده حمدي يعني لو واحد البي اتش حسبت لقيت واحد يبقى حمد اتنين حمد ستة حمد طب مين أقوى حمدية؟ اللي رقمه الهيدروجيني واحد ولا ستة اللي واحد؟ لأن كل ما بقل كده كل ما بتزيد الحمدية عندي البي اتش لو زادت عن السبعة يبقى المركب ده يعتبر قلوي يعني هيزرق الصبغة بتاعة ايه عباد الشمس أو تباع الشمس البنون عليه مادة قلوية يعني تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر ايه هو ده؟ اللي هو البي اتش يعني ايه بي اتش؟ يعني الرقم الهيدروجيني يعني الرقم بقيس بيه قوة المركب إذا كان حمد أو ايه قلوي كل ما بيقل البي اتش بتزيد الحمدية كل ما بيزيد البي اتش بتزيد القلوية اذا كان بسبعة يبقى ده مركب متعدل يبقى دلوقتي البي اتش ده ليه قانون عندي؟ اه طبعا انا عندي البي اتش لو انا حسبته مع البي او اتش بي اتش اسمه القس الهيدروجيني مع البي او اتش يسمى القس الهيدروجيني العلماء حسبوه طلع بكام؟ باربعتاشر ايه ده؟ ايه الاربعتاشر ده؟ القس الهيدروجيني مع القس الهيدروجيني بيسوي كام؟ اربعتاشر جابوس زي ده لازم نتعرف بقى اثبتات بعض ده القوانين عشان اقدر اثبتها كويس كده انا قلت ان فيه قانون السفلد تركيز ايون هيدرونيوم تركيز ايون هيدروجيني حسب بي اتش حسب كي دابليو انا كتبها يعني ايه كي دابليو؟ يعني حاصل ايوني للمية اكيد الناس خدتها معايا او عرفت يعني ايه حاصل ايوني للمية وهوضحه حالا دلوقتي احنا عندنا بالنسبة لقانون السفلد بيتكلم على علاقة ما بين تركيز تركيز الحمد ودرجة التأيون او درجة التفكك والعلاقة بينهم علاقة عكسية زاد التركيز هيقل ايه التفكك زاد التفكك يبقى التركيز هيبتدي ايه يزيد العلاقة بينهم علاقة يا شباب عكسية نسمع معايا ازاي نسبة تركيز ايون الهايدرونيوم للاحماض الضعيفة عشان يبدأ اشرح معاكم البي اتش نحسبها ازاي نشوف جزء بسيط في الاول ازاي بحسب تركيز ايون الهايدرونيوم اللي فاكر معايا انا لسه بقول ان تركيز ايون الهايدرونيوم عبارة عن اتش سري او موجب تركيز اس واحد ده طبعا بيساوي جزر التربيعي لكي اي في سي كي اي ثابت اتزام سي تركيز الحمد اتش سري او تركيز ايون الهايدرونيوم في داخل المحلول اللي هو تركيز الهايدرونيوم اثبته ازاي يلا معايا هناخد حمد ضعيف وليكن سي اتش سري سي او او اتش اسمه حمد اساتيك قلت عليه حمد ضعيف ليه حمد ايه غير تام التأيون حمد عضوي حمد ليس بالمعدني بيتكون من ايون اساتات سالب وايون هيدرونجين موجب هعمل له عملية تأيون هدوبه في الميا هيحصل عملية انعكاس ايه اللي هيحصل كده تفاعل ده انعكاسي ده مش تفاعل خالد ده عملية الزوابان وتفكك هيديني ايه سي اتش سري سي او او ماينس ايون اساتات زائد الميا تاخد ايون الهايدرونجين يبه اتش سري او موجب كده احنا عملنا المعادلة اللي قدامة دي عايزين نطلع لها الكي سي ايه الكي سي ثابت اتزان التفاعل طب التفاعل عندي ايه ده زوابان حمد يبه هنسميها الكي ايه المقصود بكي ايه ثابت اتزان الحمد الحمد ده قولة ضعيف ضعيف اعرفوا ازاي بص لسه رايح جاي خلاص يبه الحمد ده غير كامل التأيون يبه الحمد ده حمد ايه ضعيف هيتحول الجزيئات الى بعض الايونات ترجع يتحدوا مع بعض يرجع جزيئات الكي ايه بتساوي يا شباب هاخد نواتج على متفاعلات يبقى تركيز سي اتش سري سي او او سالب قص واحد تركيز ايون الاسيتات في اتش سري او موجب قص واحد كويس قوي خدت تركيز ايه في ايه تركيز المواد النتجة مرفوع القص يساوي عدد مولاتها على تركيز المواد المتفاعلة اللاحظ حاجة في عندي مية المية دي عبارة عن سائل بقول زوابان ليكود ما اكتبهاش في حساب ثابت الاتزام ليه يا أستاذ ليه ما بتتحسبش ليه ما بتتكتبش شمعنا المية السائل في حاجة تاني قال لي اه المادة الصلبة الراصب الراصب ده ما بتكتبش في حساب ثابت الاتزام لمادة صلبة ولا المية السائل ليه تركيزهم ثابت التركيز ثابت مهما زادت كميتهم سؤالي العلل عاوزين نطلع بيهم دلوقتي السؤال الاول يقول لي علل لا يكتب تركيز الماء السائل او المادة الصلبة لانهم زاد تركيزات ثابتة مهما زادت كميتهم فتركيز ثابت بيساول واحد واحدة خلاص ما كتبهاش التسؤال التاني نحنا عندنا قانون فعل الكتلة لا يطبق الا على الالكتروليتات الضعيفة علل كان جي سؤال تجربة في امتحان تجربة 2010 كان في امتحانات تجربة السنوية العامة منها سؤال علل لا يطبق قانون فعل الكتلة على الالكتروليتات القوية انا بقول علل لا يطبق قانون فعل الكتلة الا على الالكتروليتات الضعيفة انها غير تامت التأيوم يعني ايه غير تامت التأيوم بتتفكك الى ايونات وترجع الى الجزيئات اكمل الاسبات كي ايه خدت نواتيك تركيز السواح على متفاعلات المياه بتتكتب لا اسفينيه استاذ ما كتبهاش مش مكتوب حاجة تحتيها خلاص ابدا سائل هاخد تركيز CH3 COOH الحمد ككل تركيز السواح طب انا عاوز احسب ايه عاوز احسب تركيز ايون الهايدرونيوم يعني مطلوب ده عندي اي مادة بتتفكك تتفكك للايونات متساوية يعني قوة ايونات الاسيتات بتساوي قوة ايونات الهايدرونيوم يعني ده قد ده يعني لو ده 2 ده 2 ده 3 ده 3 ده 5 ده 5 يبقى الكي ايه بتساوي هاتشين مجدار واخلي التاني هاخد H3 O موجب تركيز قس كامل مرة دي قس 2 ليه فين الاسيتات ما انا خدت ده تركيز قس 2 يعني ده قوة تؤدي ده كأن 2 في 2 باربعة يعني 2 تربيع خدت تركيز ايون الهايدرونيوم على ايه على السي مين السي ده حمد الاسيتك اللي هو تركيز حمد الاسيتك مقصود بي ايه سي هضرب طرفين في وسطين يبقى H3 O موجب تركيز قس كامل يا شباب عاوز نسمع قس 2 هاشين الاتنين بيساوي K A في C فين الاتنين ده فين التربيع احطها تحت ايه الجز يبقى اثبت دلوقتي ان تركيز ايون الهايدرونيوم بيساوي الجزر التربيعي لسابت اتزان الحمد في تركيزه اللي انا كنت كاتبه في اول الحصة اللي انا اشتغلت بي اللي انا اشتغلت بي مسألة تركيز جزر تركيز الهايدرونيوم يساوي جزر KFC نفس الكلام اللي انا اثبتو معاكم بنفس الطريقة هي هي هزبت تركيز ايون الهايدروكسيد السل طيب الميا لها تركيز طبعا احنا قلنا تركيزها سابت وصلت معاكم لتركيز مين وتركيز مين تركيز الهايدرونيوم وتركيز الهايدروكسيد قلنا الهايدرونيوم جزر KA في C الهايدروكسيد الجزر التربيعي لKB في C KB اللي هو عبارة عن ثابت اتزان القلوي C اللي هو عبارة عن A عبارة عن تركيز المادة القلوية هنخش دلوقتي على الKW الKW بيساوي حاصل ضرب بتركيز ايون الهايدرونيوم موجب في تركيز ايون الهايدروكسيد السالب حسبوه العلماء لـ U10 والسسالب 14 مول لكل لت واحدة واحدة كده معنا بالراحة بقى احنا بنقول ايه KW يعني ايه KW حاصل ايوني للمية ما المقصود بالKW الحاصل الايوني للمية بيساوي حاصل ضرب تركيز ايون الهايدرونيوم الموجب في تركيز ايون الهايدروكسيد السالب بيساوي كام 10 والسسالب 14 مول لكل لت من هنا بنقي ان المية متعدلة ما المية عبرها عن ايه اتش او اتش متعدلة التأسير على الادلة الادلة زي مين صبغة عباد شمس زي المسيل البرتقالي زي ازرق بروموسيمول اللي خدناهم باب ايه باب سادس المية دي بتتكون من ايون هيدرونيوم وايون هيدروكسيد سالب تأثيرها متعدل حصل ضربهم بيساوي 10 والسسالب 14 يبقى تركيز الهايدروكسيد الموجب 10 والسسالب 7 تركيز الهايدروكسيد السالب 10 والسسالب 7 اضربهم في بعض اذا تساوت الاساسات بنجمع الايه القسس هتطلع 10 والسسالب كام 14 ده بيدخل ان البي اتش زائد البي او اتش بتساوي كام بتساوي 14 يعني سالب لغارات تركيز ايون الهايدروكسيد الموجب زائد سالب لغارات تركيز ايون الهايدروكسيد السالب بيساوي مقدار سابت بكام ب14 البي اتش ب7 يبقى البي او اتش ب7 والاتنين 14 بي اتش ب8 يبقى البي او اتش بكام ب6 لان الاتنين مجموحهم 14 البي اتش ب3 يبقى البي او اتش بكام ب 11 لان الاثنين بيكونوا كام 14 جات مسألة مرة نشوفها مع بعض على البي اتش والبي او اتش نسمع معايا كده ويا رب الباب ده ناخده بي تقني ما نستعجلش فيه يقول لي احسب البي اتش اللي هو اسمه القس الهايدروجيني قلت لي تعرفين من شوية نفتكرهم تعالوا نفتكرهم يعني ايه البي اتش الرقم الهايدروجيني يعني ايه رقم هيدروجيني قس هيدروجيني يعني ايه قس هيدروجيني هو رقم يتراوح من صفر لاربعتاشر يعبر عن مدى حامضية او قلوية المركب او هو اللغراتم السالب للأساس عشرة لتركيز ايون الهايدروجيني الموجب احسب البي اتش عاوز احسب القس الهايدروجيني لمركب تركيز الهايدروجين بتاعه بيساوي واحد من الالف مولاري ثم احسب قيمة البي او اتش تعالوا نحن لها سوا يلا معايا كده براحة انا عاوز احسب ايه البي اتش مين البي اتش قلنا القس الهايدروجيني طب احسبوا ازاي البي اتش البي معناها ايه سالب لغراتم تركيز ايون الهايدروجيني الموجب البي معناها عندي في الكيميا سالب لغراتم اتش تركيز ايون الهايدروجيني يبقى بيساوي سالب لغ كام تركيز الهايدروجيني بكم عندي في المسألة واحد من الالف خلاص؟ احسبها معاك على القلة الحزبة هيطلع معاك تلات يبقى انا عرفت ان البي اتش بكام؟ بتلاتة طب انا عندي البي اتش زائد بي او اتش بتساوي 14 في اول المسألة انا طالب بي اتش اخيرها طالب البي او اتش طب البي اتش حسبتها بكام دلوقتي؟ بثلاتة يبقى البي او اتش بكام؟ ب11 لان مجموحهم لازم يساوي كام؟ 14 كتاب في المدرسة جاي مسألة جميلة جات سنة 2006 جزء من هذين المسألة ده جدول موجود في نهاية الباب السابع أركزه معايا فيه مديني تركيز أيون الهايدروجين الموجب وتركيز أيون الهايدروكسيد سالب والبي اتش والبي او اتش وإحنا نطلع كمان نوع الوسط بيقول لي أن دي بتساوي واحد في عشرة واستسالب مثلا 11 ده واحد في عشرة واستسالب 9 طالب منا أكمل الجدول أي أكمل الجدول إزاي المسألة بالظبط إذا علمت أن الكي دابليو يعني الحاصل الآيوني للمية بتساوي واحد في عشرة واستسالب 14 إذا علمت أن الكي دابليو اللي هو الحاصل الآيوني للمية واحد في عشرة واستسالب 14 اكمل هذا الجدول أنا لسه قال إن الكي دابليو اللي هو الكي دابليو بيسوي تركيز أيون الهايدروجين في تركيز أيون الهايدروكسيد بيسوي كام 10 أستسالب 14 تركيز دفده كويس أنا مديني هنا تركيز الهايدروجين واحد في عشرة واست كام سالب 11 الاثنين مع بعض لازم يطلع كام 10 أستسالب 14 سهل قوي يبقى الأوقتش سالب داب واحد في عشرة أستسالب كام تلاتة اجمعهم تطلع سالب 14 تبعه سالب لغاريتم تركيز الهايدروجين الهايدروجين تركيزه عشرة واستسالب 11 هتا إيه سالب لغاريتم بتاعه هيطلع معاك 11 نفس الرقم بس بإشارة مخالفة طب البيو ايتش بكام هنا دي سالب 3 عشرة سالب 3 يبقى داب كام بثلات بحيث إن البي ايتش مع البيو ايتش مجموحهم مع بعض بيساوي 14 تلاتة واحداشر طب ادعني تركيز الهايدروكسيد واحد في عشرة واستسالب 9 يطرى تركيز أيون الهايدروجين واحد في عشرة واستسالب أيوة واستسالب 5 ليه؟ لإن الاتنين لازم يطلعوا كام ب14 طب هتل البي ايتش بتاعته هتطلع 5 نفس الرقم البي او ايتش هتطلع 9 اجمعهم بيساوي 14 تب يهزر معنا دي مسألة سهلة قوي موجودة بكتاب المدرسة ما فيهاش أي صعوبة افهم بس افهم انت بتعمل ايه بقول تركيز الهايدروجين الموجب فيه تركيز أيون الهايدروكسيد لاثنين بتاعهم مع بعض طلع عشرة واستسالب كام 14 جيبتوا منين من كي دابليو ايه الكي دابليو دي؟ الحاصل الايوني للمية الحاصل الايوني للمية حاصل برب تركيز أيونات الهايدروجين الموجبه فيه تركيز أيونات الهايدروكسيد السالبة اللي بتساوي 10 قص السالب 14 تركيزها ايه مول لكل لتر يبقى البداية كده معنا النهاردة في كم قانون كويسين جدا قانون السيفالد قانون السيفالد اللي هو بيدرس العلاقة ما بين التركيز للحم وايه كمان ودرجة التفكك او درجة التأيون كمان الجزء اللي بعده اللي هو درسنا فيه تركيز الهايدرونيوم او تركيز الهايدروكسيد الهايدرونيوم جز لتربيع كا في سي كا اللي هي عبارة عن ايه اللي هو ثابت اتزان الحمد سي تركيز الحمد طب عاوز احسب تركيز الهايدروكسيد الو او اتش ماينس بيساوي جز لتربيع الكا بي في سي ثابت اتزان القلوي في تركيز القلوي عاوز احسب الكا دابليو حاصل ضرب تركيز ايون الهايدرونيوم الموجب في الهايدروكسيد السالب طب البي اتش هو عبارة عن رقم خلي بالك معي من الجزء ده عشان هننقل على حتة مهمة جدا رقم بيعبر عن ايه عن الحمدية او القلوية سبعة لا ده متعادل اقل من سبعة حمدي اكتر من سبعة قلوي اقل عن سبعة صف وستة واحد وستة كل ما يقل كل ما تزيد الحمدية اكتر من سبعة بتزيد الايه القلوية قبل ما نثبت مع بعض قانون السيفل ونتعرف عليه انا عاوز اخليه الاخر الحصة هنتكلم مع بعض الوقتي على الجزء الاخير بتاع حاصل اذابة كي اس بي وبتاع ايه كمام وبتاع التميق يعني ايه تميق يعني ايه عملية التميق حكس عملية التعادل نفهم كويس انا عندي دلوقتي بالنسبة لتعادل اه تفاعل كيميائي تعادل افاعل حمد مع قلوي بيديني ملح وايه ومية طب يعكس خد ملح ومية بيديني محلول حمد ومحلول قلوي اه ده التميق تاني كده انا عندي معنى كلمة التميق المقصود بيها ان انا هاخد ملح هدوبه في مية ملح ومية هيديني حمد وقلوي خدنا فكرة عنها في سنة اولى سنوي كان الملح مع المية ملح ومية عكس تفاعل التعادل ملح ومية بيديني حمد وقلوي طب ما تاخد حمد وقلوي يديني ملح وايه ومية تفاعل تعادل طب معنى التميق يعني ايه تميق التميق هو زوابان الملح في المية لتكوين حمد وايه وقلوي انا اخدت ملح ما اي الملح ناخد اي مثال كولوريت سوتيو دودته في مية هيديني شق حمد قوي وشق قلوي قوي يبقى الاثنين اقوياء يبقى الناتج عندي المحلول اللي جاي معايا هيكون متعادل متعادل التأثير على صابقة عباد الشمس طالما متعادل يبقى البي اتش هتساوي كام تساوي سبعة يبقى البي او اتش برضو بتساوي سبعة مجموحهم بيساوي كام 14 تركيز ايونات الهايدروجين في المحلول تركيز القص لازم يكون بالشكل ده خلي بالكم معايا بيساوي تركيز ايونات الهايدروكسيد عالي اللي ما يأتي المحلول المائي لكلوريد السوديوم متعادل لان عند زوبانه في الميا بيعطي شق حمضي قوي وشق قلوي قوي فيكون البي اتش بيساوي سبعة والبي او اتش بيساوي سبعة يبقى تركيز الهايدروجين الموجب بيساوي تركيز الهايدروكسيد لما يقولي اعمل عملية او سؤال علل ولازم معاتلة تخلي بالك ان الاسئلة اللي بقولها دلوقتي بتتكرر كتير جدا في الامتحانات وبيتقال عليها درجات بحيث ان لازم يكون في معاتلة عشان احط عليها درجة يعني انا كتبت الكلام ده جميل جدا في الامتحان ما كتبتش معادلة هتقل درجتك طب المعادلة عندي ايه انا باخد كولوريد السوديوم اني ايه سي قال هدوبه فين هدوبه في ميا اتش او اتش حصلت عملية ازابة تفاعل ده رايح جاي ما لسه بقولت عادل وتميق هنا الان ايه ده موجب سي ال سالب ال اتش موجب ال او اتش سالب لما يحصل عملية ايه تميق بالشكل اللي قدامي ده تميق ان الملح هنا بدأ يتأين في الميا الان ايه هياخد معايا هيدروكسيد ان او اتش ده قلوي قوي لو قلوي قوي يبقى تام التأيوم يعني ان ايه موجب مع ال او اتش سالب كده طلع مركب هيدروكسيد السوديوم ولا ايونات سوديوم وايونات هيدروكسيد ايونات سوديوم وهيدروكسيد ليه ترى لان ده مادة قوية تمت التأيون زائد ليسه فاضل معانا ال اتش وال سي ال حمد هيدروكوليك حمد قوي هيطلع اتش موجب و سي ال سالب طلعت ايونات توفرت ايونات الهايدروكسيد الموجب توفرة أيونات الهيدروكسيد السالبة يبقى الاثنين موجودين يبقى تركيز الهيدروكسيد الموجب هيساوي تركيز الهيدروكسيد السالب يبقى المركب ده كان متعادل نشوف السؤال نقوله ازاي ويجي ازاي في الامتحال انه عندي اربع انواع من التميق هنقولها ان شاء الله النهاردة قلت علل محلول الماء الكروريد السوديوم مركب متعادل او يعطي شق متعادل لان عند زوبانه في الماء يحدث له تميق ويكون شق حمضي قوي وشق قلوي قوي فيكون البي اتش بيساوي سبعة والبي او اتش بيساوي سبعة وتركيز الهيدروجين الموجب في المحلول بيساوي تركيز الهيدروكسيد السالب كمل كلامك واكتب المعادلة معايا الكروريد سوديوم مع مياه يحصل تميق تقيم يحصل عملية زوبان يديني ايونات هيدروكسيد مع ايونات سوديوم اللي هو الشق القلوي القوي ويديني شق حمضي ايه قوي اللي هو ايونات هيدروجين موجبة وايونات ايه كلور سالبة خلي بالك معايا وانت بتكتب معادلات التميؤ ان لو شق طالع قوي حمد قوي قلوي قوي اينه فككه تأين تام لو الشق ده طالع ضعيف بكتب المركب ككل تعالوا ناخد ايه واحد بالشكل اللي انا بقوله ده بلاش كلوريد سوديو نخش على ان اتش فور سيل مركب كلوريد الامونيوم بيتكون من امونيوم وكلوريد خد ملح مع ميا ايحصل تميؤ كلوريد امونيوم هيديني حمد قوي بس هيديني قلوي ايه ضعيف ايه النا حصل اتكون عندي حمد قوي وقلوي ضعيف يبقى المركب ده متعادل شي ايه لأستاذ التعادل ده التعادل ده اتباع كلوريد السوديوم ده مركب ايه دلوقتي حمد قوي وقالوا ضعيف مين اللي تغلب الحمض يبقى ده محلول حمضي طالما محلول حمضي يبقى البي اتش كانت كام كانت اكبر من سبعة ولا اقل من سبعة حمضي يبقى هنا اشير يساوي اكتب ايه اقل من ايه اقل من سبعة يبقى البي او اتش ده اقل من سبعة لازم ده يتنسب عكسي مع البي او اتش يبقى ده اكبر من سبعة تاني كولوريد الامونيوم تأثيره حمضي على صبرة عباد الشمس تأثيره حمضي على الدليل لان ملح ده في مياه اتاين اداني شق حمضي قوي وشق قلو ضعيف يبقى البي اتش كان اقل من سبعة لان المركب طالح حمضي يعني البي او اتش اكبر من سبعة يعني تركيز ايونات الهايدروجين الموجبة كانت في المحلول زهرة اكتر من الهايدروكسيد طب بوضح لنا المعادلة بقى نشوف المعادلة عشان نفهم احنا هنعمل ايه دلوقتي انا هقاين ايه كولوريد امونيوم رمزه ايه كولوريد الامونيوم ان اتش فور سي ال دوبه في مياه اتش او اتش طلع ايه حمضي ايه وقلو ايه طلع حمضي قوي وقلو ايه ضعيف الحمضي القوي عبارة عنات هيدروجين موجبة وكلور سالبة يعني اداني اتش موجب والسي ال سالب ايه ده انا اقينتوا ليه لان الحمضي ده حمضي ايه قوي خد ان اتش فور مع ال او اتش قلو ضعيف اكتبها كاملة على طول ان اتش فور او اتش فين ايونات الهايدروجين مش موجودة يبقى في المركب ده ما فيش ظاهر بمعاء الا ايونات الهايدروجين يبقى المركب ضحامضي السؤال يسأل هوني في الامتحان ازاي ممكن يربط للباب السادس بالسابع خلي بالكم علل محلول كولوريد الامونيوم تأثيره حمضي على عباد الشمس تأثيره حمضي على الفينول الفسلين تأثيره حمضي على ايه الميسيل البرتقالي تأثيره حمضي على ايه على ازرق بروم السيمون لانه عندما يزوب في الماء يحدث له التميق فيكون شق حمضي قوي وشق قلو ضعيف يبقى البي اتش اقل من سبعة يبقى البي او اتش اكبر من سبعة يبقى تركيز ايونات الهايدروجين هي اللي موجودة اكبر من الهايدروجين اعمل تميق كولوريد امونيوم مع مية اتش سي ال حمضي قوي اكتبه كامل التقايم ان اتش فور او اتش هيدروكسيد امونيوم قلو ضعيف عندي كم مركب عندي اربع مركبات موجودة في الكتاب نعاوز اديك القاعدة العامة احنا عندنا دايما بييجي ايه سؤال على التميق ممكن علل ممكن اختياري ممكن يدخلي كولوريد امونيوم تأثيره اعلى ازرق بروموسيمون جاب لي حتة من السابع وحتة منين من السادس الطالب الزاكي بقى او الطالبة الزاكية يفكر كويس في السؤال ما يستعجلش انا كولوريد امونيوم تأثيره حمضي يبقى ازرق بروموسيمون في الوسط الحمضي كان بيدي لون ايه الناس اللي فاكرة معايا لون ازرق ولا اصفر لون اصفر لكن في الوسط قلو كان بيدي لون ايه لون ازرق يبقى تأثير الحمضي الكولوريد الامونيوم مع ازرق بروموسيمون نتج لون ايه اصفر معانا طيب كولوريد امونيوم قلناه قلنا كمان كولوريد سوديوم تأثيره ايه يا شباب تأثيره متعادل في عندي كمان NA2CO3 كربونات السوديوم في عندي كمان CH3COONH4 اسيتات الامونيوم اسيتات امونيوم متعادلة كولوريد سوديوم متعادل بس كولوريد سوديوم كان بيدي شك حمضي قوي وقلوي قوي اسيتات امونيوم هيدي شك حمضي ضعيف وشك قلوي ضعيف يبقى برضو متعادل كولوريد الامونيوم كولوريد الامونيوم عندي مركب ايه مركب حمضي كربونات السوديوم محلوله في المية زي كوريد الأمونيوم ده كان حمدي هنا محلوله قلوي بصورة عامة عندي مركب أنا مش عارفه المركب ده هيطلع حمد ولا قلوي اعمل له تأيون اعمل له تميق طلع معاك الشق الحمدي قوي يبقى حمدي الشق القلوي ضعيف يبقى قلوي طب عارف ازاي القوي من الضعيف عندك احفظ كده معايا الأحماض القوية في التميق زي حمد HNO3 حمدي نيتريك يعني شق نيترات قلوي قوي يعني مثلا زي السوديوم زي البوتاسيوم زي ايه كمان؟ سوديوم بوتاسيوم زي الكالسيوم هنا نيترات حمدي نيتريك حمدي كابريتيك كابريتات حمدي ايه كمان؟ حمدي هيدروكلوريك شق الكلوريد أنا بقول شق النص الحمدي القوي دي أحماض قوية قوية زي الشق بتاع النيترات او بتاع ايه؟ كابريتات او الكلوريد دي هنا ايه؟ قلويات قوية جاب لي مركب قال لي كربونات السوديوم انت ناسي نتأثيره قلوي سهلة تعمل ايه؟ كربونات سوديوم اقسي مع نصين كربونات ده الشق الحمدي موجود عندك؟ نيترات كابريتات كلوريد مش موجود يبقى ده ضعيف يبقى الشق الحمدي ضعيف سوديوم اول واحد قدامك اهو قلوي قوي قلوي قوي طلع قلوي قوي وحمدي ضعيف يبقى ده كله محلوله قلوي يعني هيعمل ايه؟ ثابت عبد الشمس هيزرقه يعني تركيز ايونات الهايدروجين الموجبة ما لها تركيز ايونات الهايدروجين الموجبة؟ تركيز ايون الهايدروجين الموجبة بيكون فيه ليل يعني ايه؟ القلوي ايه؟ قوي ال-KSB اللي هو حاصل الازابة كله صحي معايا نعرف الباب دو تبص تلاقي نفسك بيسحب من تحت رجليك البصات كده واحدة واحدة من جزئية الجزئية تسعجلش فيه ما تهربش لبعض الأسئلة والمسائل الغلسة فيه تخليك تبع كتاب المدرسة ودليل التخويم عندك K S B حاصل الإزابة مركب صلب هذا المركب الصلب يعني راسب عندك A G C L كلوريد فضة مادة صلبة لما تتميأ تتأيم إلى A G موجب زائد C L سالب عاوز أحسب لها K S B ايه K S B احنا عملين نقول K K من النهاردة K C أول حاجة في الباب اللي هي ثابت الاتزام ثابت التفاعل كل اللي أنا بقوله K A K B K C S B كله هو ثابت اتزام بس للمعنى الكيميائي اللي عندي A G C L راسب صلب اتأيم A G موجب و C L سالب عاوز أجيب له حصل للإزابة عاوز أجيب K S B K S B بيساوي ايه هاخد نواتي A G موجب تركيز S واحد C L سالب تركيز S واحد اقسب على A G C L خلي بالك يا أستاذ ده تركيز الس كام واحد دي مادة انت بتقول لي عليها صلبة هو صلبة بتكتب شكرا نشيل ده خالص يبقى الصلبة انا ما بكتبوش لانت تركيزه سابت A G C L كلنا عارفنا ان مادة صلبة بيحصل عملية ترصيب ما بتضبش يبقى حاصل الإزابة بيساوي A G موجب C L سالب عندي مسألة على ال K S B سنة اللي فاتت جات مسألة جميلة على تركيز الايونات اللي في المحليل هنبقى نشوفها مع بعض ونحلها على حاصل الإزابة شوفت مسألة جات قبل كده في 2007 يعني احسب حاصل الإزابة لملح كلوريد الفضة اللي انا كنت لسه كاتبو اذا علمت ان درجة الإزابة خلي بالك درجة الإزابة اسمها ايه درجة الإزابة بتسوي عشرة قصة سالب خمسة درجة السابة عشرة قصة سالب خمسة وسبني حل حل المسألة طيب انا عندي كلوريد الفضة اي جي سي ال ده لما اجا حل بيتميأ بيتأيم الى اي جي موجب و سي ال سالم طلع لي كي اس بي مين كي اس بي حاصل الإزابة بيساوي حاصل ضرب بتركيز ايون الفضة الموجب في ايون بتساوي درجة الإزابة للفضة ده ايونات الفضة بعشرة قصة سالب خمسة يبقى عشرة قصة سالب خمسة في عشرة قصة سالب خمسة ايه ده؟ ما قالتنين قد بعض الاتنين قوتهم واحدة درجة الإزابة للفضة هي درجة الإزابة للكلور ويديلك واحدة بس يبقى الفضة اي جي كانت بكام عشرة قصة سالب خمسة الكلور سي 10 قصة سالب خمسة يبقى عشرة قصة سالب ايه عشرة ده هو اسمه حاصل الإزابة يبقى تعلمنا النهاردة ازاي نحل مسائل على قانون السفال تعلمنا على القص الهيدروجين البي اتش والبيو اتش والكي دابليو اللي هو الحاصل ايون المية شوفنا معاكم تركيز الهيدرونيوم كمان تركيز الهيدروكسيد تعالوا بقى نشوف الجزء اللي انا سابه للاخر خالص اثبات قانون السفال اثبات رياضي صراحة ما جاش قبل كده في امتحانات خالص بس انا ما اضمنش حاجة لازم نتعلمه احنا الحاجات دي كلها بنتعلمها للعلم ونمتحان في نفس الوقت يعني ننتقش على بعض اه للعلم يا أستاذ ايه ده احنا عاوزين ننجح عاوزين نجيب مجموعة لا ما احنا عاوزين نجيب مجموعة بفهم عاوزين شباب واعي كده طالع يخدم البلد كويس هيخدم نفسه طبعا في الاول ويخدم بلده لما يبقى فهم كيميا صح الاثبات الرياضي لقانون استفال احنا عاولنا عليه من شوية ان كي ايه بتساوي الفة تربية في سي عاوز اثبته هثبته على ايه على حمض ضعيف اي حمض ضعيف فيه ايونات هيدروجين اتش موجب اتش ايه ده حمض حمض ضعيف رمز مكتوب لكده في الكتاب اتش ايه ده بيتفكك الى اتش موجب وايه سالب انت عامل ايه السهم ده رايح جاي انا بقول لك حمض ضعيف ضعيف خلي بالك ضعيف يبقى عمره ما يكون ماشي في اتجاه واحد ضعيف يبقى ده تأيون غير كامل يبقى الجزيقات تتفكك لايونات والايونات ترجع لجزيقات الاتش ايه في بداية اي تفاعل هو اللي موجود دول لسه ما تفككوش لسه ما طلعش انا هقول في البداية قبل ما ابدأ التفاعل هفترض ان الاتش ايه دخل معايا بواحد مول كان بواحد مول والاتش ده ما كانش موجود صفر وصفر ما كانش لسه موجود بعد شوية الواحد مول ده اتفكك منه بعض الايونات درجة التفاكك قلنا عليها ايه من شوية ايوا زي ما انا عاوز اسمع كده الفا الفا يعني درجة التفاكك يعني درجة تأيون حمض ضعيف نتخال ان ده كان مية تركيزه مية هيفضل منه ايه بعد التفاكك تسعة وتسعين وتسعة من عشر يعني ايه يعني هتفكك منه الجزء ضائيل جدا 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 هنفترضوا ان الاتش الموجة باللي طلع كان الفا يبقى الايه زيب الفا البداية كانت كام ده واحد مول هنا ما كانش موجود صفر وصفر بعد فترة بدأ يحصل تفاكك الواحد ناقص الفا ده عبارة عن ايه اللي هو واحد مول اتفكك منه الفا الفا للاتش والفا للايه عاوز اجيب تركيز تاكر باب سادس انا عندي التركيز التركيز ايوة بيسوي عدد المولات على الحج عدد مولات على مين على الحج طب عدد المولات عندي هنا كام واحد ناقص الفا الحجم بتاعي هفترضه ايه في انا بجيب ايه دلوقتي التركيز تاني كده في البداية كان واحد مول اتفكك منه عدد من الايونات الفا هاتلي تركيزه القص ده يعني تركيز يبقى واحد مقص الفا على في هنا هجيب التركيز الفا على في هنا هجيب التركيز ها يلا زي ما ارزا سمع كده الفا على ايه على في طب نطلع مين بعديها بعد ما عملت الجزئية دي هحسب وطلع الكي اي يعني ايه كي ايه اللي احنا قلنا عليه كي سي يعني ايه كي سي اللي هو ثابت اتزان التفاعل طب التفاعل ده الحمض يبقى هسميه كي ايه يعني ثابت اتزان الحمض الضعيف اللي هو غير تام التأيون اللي انا افترضته في الاول اتش ايه اتفكك لاتش وايه في البداية كان واحد مول ده ما كانش موجود وده ما كانش موجود حصل بعد ما بدأ التفاعل الواحد مول اتفكك منه الفا يبقى واحد نايس الفا على في اللي جبته ده ده التركيز هنا كان الفا على في التركيز الفا على في يعني عدد مولات على الحج يبقى ايه باخد نواتج على متفاعلات مين النواتج عنتي الفا على في تركيز اس واحد في الفا على في تركيز اس واحد المقام عبارة عن ايه واحد نايس الفا على في تركيز اس واحد كويس قوي كده انطلعت ثابت اتزان الحمض بيساوي نواتج على متفاعلات تركيز اس واحد كله بالرياضة هتطلع انت ان ك ايه بتساوي لو حسبتها معاكم في مع في الفة بالفة بالفة ايه تربيع ده مقام ايه بسط يبقى مقام المقام ايه في الرياضة او بسط المقام ايه هيطلع عندك في واحد ناقص الفة المقدار ده كله طيب نستأذنكم فاصل كده ونرجع نكمل اثبات بعد الفاصل ان شاء الله سنعود ان شاء الله حان الان مواد ادان العصر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اima sayaka اشهد ان جاء الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان ما قم ايه اشهد ان المري방ة ايه اشتركوا في القناة 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 بالنسبة في الاتجاه في الاتجاه العكس اشتركوا في القناة 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 ليه لان تساوى عدد المولات الدخلة والخارجة من التفاعل ده حسب ايه حسب قاعدة ايه لوشتليب حاجة تانية ايه اثر زيادة سانيوكسيدي الكربون يسيري التفاعل في الاتجاه التارتي ايه اثر زيادة بخار المية يسيري التفاعل في الاتجاه العكسي ده التركيز اللي انا بقوله زودت تركيز المتفاعلات زاد النواتج زود نواتج يزيد المتفاعلات يبقى اثر التركيز حط عامل حفاظ هيمشي التفاعل أسرع فيه في اتجاه طردي ولا عكسي يا أستاذ خلي بالك السهم رايح جاي التفاعل انعكاسي لا يؤثر على نقطة الاتزام مش هيؤثر لاتجاه طردي ولا عكسي لأنه هيزود التفاعل في الاتجاه الطردي بنفس المقدار في الاتجاه العكسي قاعدة لوشت ليه لو أثر مؤثر على نظام في حالة اتزام فإن النظام ينشط في الاتجاه اللي بيقلل أو يلغي هذا المؤثر زود تلكيز المتفاعلات يزيد نواتي التفاعل مش عاجبه أنا بزوده المتفاعلات زاد نواتي زود نواتي يزيد متفاعلات برضو يا شباب الباب ده ياريت كده في البيت نمسك أسئلة كتاب المدرسة نمسك أسئلة كتاب المدرسة في الباب السابع أسئلة كتاب المدرسة في الباب السادس اللي احنا قلنا بندي أفكار بس الوقت سرقنا كويس وجرينا به طبعا المفروض نبدأ مع بعض الباب الثامن كيميا كهربية ولكن أنا هبدأ الحصة الجاية إن شاء الله معاكم الكيمية العضوية الباب التاسع الباب التاسع الكيمية العضوية اللي أسسه العالم بريزيليوس وفوهلر ومارك نيكوف وباير ناس كتير خلصيته وناس كتير اشتغلت فيه هنبدأ نبصاته إن شاء الله ويا ريت أنا منتظر اتصالاتكم اللي بتسألوا فيها معايا بعد الحلقة لأي أسئلة للطالب اللي عاوز جزئية معينة نشرحها ولو فيه أي توضيح أو أي جزئية اللي بنشرحه إن شاء الله ربنا يوفقنا بإذن الله إن احنا نوصل بيكم مبار الأمان وبلدنا الحبيبة دي تزيد بيكم وبعلمكم الوفير اللي هيزيد إن شاء الله ولولينا عمر إن شاء الله نكمل الكيمية في الحصة اللي جاية مع بداية الكيمية العضوية كيمية العضوية بعدها تاني إن شاء الله نتقابل الحصة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة